مساء الخير واليسر والسلام على كل مشاهدين بيت للكل رمضان قرب وقربت معه أيام الخير والسعادة وأيام الغفران والسلام والكرم كل عام انتوا بألف خير وكل عام ونحن معكم نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد للمشاهد العربي اللي بتابعنا من كل مكان في بيت للكل تعالوا نبدأ معا سريعا الحلقة واليوم نتحدث عن الدراما في رمضان ماذا ستقدم الشاشات العربية خلال هذا الشهر الكريم؟ شافك تمام جدا يا سلام لما بنتكلم عن دراما رمضان بتلاقي على طول نفسك بتفتكر الأجواء وتفتكر المسلسلات ولمة العيلة قدام التلفزيون مع بقى مسلسلات لطيفة يعني مش ممكن ننسى أبدا تتر الليالي الحلمية أو الفوزير أو أن انت تتابع مثلا حلقة مهمة جدا من رقفة الهجان أو طابلة المسحراتي مع الملحل كبير سيد مكاوي الحاجة كتيرة قوي كانت بتمر علينا وعملت ذكريات حلوة ذكريات في البيت، ذكريات مع الأسرة، ذكرياتنا كتيرة جدا مع دراما رمضان السؤال بقى السنة دي، يا ترى إيه المحتوى اللي حتقدمه دراما رمضان عشرين تلاتة وعشرين؟ أكيد فيه تنوع وأكيد فيه اختلاف وأكيد فيه مسلسلات كتير يا ترى أنت كمشاهد هتختار إيه؟ ومين؟ وهتتابع إيه؟ دراما رمضان كلنا في انتظارها وأعتقد أنها هتكون مائدة درامية جديدة من نوعها لانا؟ نعم شافكي، رمضان مطبوع في ذاكرة كل إنسان فينا في مختلف الوطن العربي صغار وكبار منتذكر كيف كان رمضان يجمعنا وكيف كان التلفزيون بيجمعنا كانوا الآباء وكان الأمهات وكان الحميمية وكان الدفء لكن في كل الأحوال مهما حكينا أنه رمضان أطبعه تغيرت وأيضاً الصورة العامة اللي تغيرت بيبقى رمضان هو شهر المحبة والخير واجتماع الأسرة على التلفزيون وعلى الدراما العربية أيضاً منركز بأنه الدراما العربية أكيد بتعالج كتير من القضايا تلتم الأسرة الأردنية في شهر رمضان كما هي العادات الأردنية الجميلة الأسرة بكل حميمية حول التلفزيون تلفزيون الأردني بيعرض كتير من الدراما اللي بتعالج أيضاً القضايا في الشارع الأردني واللي بتركز على السلوكيات الإيجابية على السلوكيات الإخلاقية أيضاً للدين الإسلامي ولنفحات رمضان الجميلة لمت الأسرة في شهر رمضان مطبوعة في ذاكرة كل إنسان فينا لما تذكرنا آبائنا وأمهاتنا كيف كانوا المونا حول التلفزيون بمحبة وكيف كانت هالتلفزيون يجمع العيلة وما كان كان زمان وإحنا صغار فيه هواتف دكية بعدنا عن بعض التلفزيون والدراما جمعة الجميع جمعة الأسرة ورمضان دائماً بيجمعنا متأكيد لنا حقيقة من خلال برنامجنا العربي بيت للكل وأنا نحن نسلط الضوء على الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير زملائي وكل من يتابع شاشاتنا الأربعة من خلال قناة العراقية العامة والأردنية وفلسطينية والقناة المصرية حقيقة الدراما هي الشغل الشاغل لكل متابع ومشاهد في شهر رمضان المبارك وأكيد هناك من يحصد الجواز من خلال أعمال الدرامية مهمة اليوم من خلال هذه الحلقة سوف نتحدث عن الكثير من التفاصيل المهمة بكتابة نصوص بولادة جيل شاب واعد ممكن من خلال الشاشات العربية الأربعة يقدم بشكل مهم أيضا من العراق لنا حصة أخرى سوف نتحدث عنها بعد قليل ونتحدث عن الدراما وأهم الأعمال مع بعض الفنانين وما هي النتاجات المهمة لشهر رمضان المبارك لعام 2023